عندنا كتير من المستجدات وعندنا كمان موضوعات كانت الشغل الشاغل ليكم على مدار الـ 24 ساعة اللي فاتت ويمكن آخرهم اللي حصل من شوية شوفنا شوية التصليحات في موضوع بيمس حاجة مهمة في حياة المصريين يعني أنا أعتقد البروتين زي ما قلنا قبل كده أكتر من 70% من المصريين بياخدوه من الدواجن وتصوروا بقى كمان البيض اللي موجود على مائدة الإفطار في أيام المدرسة من شوية شوفنا نائب رئيس اتحاد الدواجن أعلن في تصليحات صحفية إن مازال هناك احتجاز لـ 2 مليون طن و700 ألف طن أعلاف أو خامات أعلاف في المواني وما بتطلعش بسبب نقص الدولار الموضوع شوية لفت الانتباه لأن مش عايزين نشوف منظر متكرر زي اللي شوفناه في إعدام الكاتاكيت خامات الأعلاف متوقفة كل ده في الجمارك معناه إن حيأثر على السوق عجلا أو أجلا لكن شوفنا فورا تصريحات خرجت من شوية من السيد وزير الزراعة في برنامج على قناة صدى البلد للعزيزة رصالة التحرير كان بيتكلم عن أزمة ارتفاع الأسعار مع الزميلة عزة مصطفى وكان بيتكلم عن إنه بيتابعش الأمر والمشكلة بشكل يومي مع السيد رئيس الوزراء وقال إن هو وجه جهاز حماية المستهلك إن هو يتابع الأسعار اللي موجودة لأن الأعلاف اللي موجودة في السوق أسعارها مرتفعة ومبالغ فيها على حد وصفه وتعبيره الحقيقة يمكن الأسعار بتاعة الأعلاف مرتفعة لأن الناس متوقعة إن خامات الأعلاف ما بتطلعش يعني السوق هيتعطس شوية يعني الأسعار هتزيد فكرة إن كل ده بسبب توفير الدولار محتاجة وقفة إحنا محتاجين نفهم ليه مشكلة الدولار مازالت موجودة وشايفين إن ممكن يكون هناك أسباب وجب على أسد زيتنا واقتصاديينا وخبراءنا إن هم يتابعوها إذا كان فيه تصرب للدولار أو قنوات أخرى غير قنوات الشرعية لتحويلات الدولار في البنوك المصرية عن طريق من بنك البنك وأي فيه أي أبواب أخرى لهروب الدولار من المصادر دي نتيجة إن فيه ناس بتضارب في الأسعار خارق السوق الرسمية للدولار في مصر معناه إن إحنا محتاجين نخلي عندنا وعي كافي ونقول على خبراءنا وأسازة الاقتصاد وكل الأسماء الكبيرة اللي موجودة في السوق تعرف كيف يمكن دعم الدولار في مصر وإنه يتوافر في الأسواق وما يحصلش أي نوع من أنواع التصرب أو الأسواق الموازية كلمة السوق الموازي دي كلمة كبيرة جدا سواء كانت تحويلات من الخارج للداخل أو حتى داخليا والتعامل الغير مشروع للدولار كل دي حاجات حتنقذ كتير جدا من الموقف اللي النهاردة بنسمع عنه في الدواجن والأعلاف لكن بكرة هنسمع عنه في أشياء تانية لكن إذا كان فيه نقوص خطر بالدق فلازم نقول إن إحنا عندنا من يستطيع أن يصنع الحل وهم خبراءنا الاقتصاديين وإحنا من هنا بنقول عليهم أن يسارعوا بإيجاد الحلول طيب النهاردة كمان بالمناسبة كان فيه أول اعتراف رسمي بوقف كلمة وقف لمبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي بفايدة 8% واللي نقشناه هنا في حديث القاهرة الإسبوع اللي فات وقلنا إن ما كانتش طلع كلمة وقف كانت تحويل الأمر لوزارة المالية لكن كلمة وقف دي كانت ندية أمل لاتحاد المصنعين ورجال الأعمال لكن خلص صدر القرار والخبر اليقين كان فيه اجتماع مهم النهاردة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع ثلاثة مسؤولين من البنك المركزي علشان ينقشوا أثار ده على الصناعة المصرية وخرج القرار واضح وصريح إنه تم إلغاء هذه المبادرة وفيه شوية تفاصيل تانية دي اللي هنعرفها النهاردة على مدار الحلقة سواء بالتفسير من ضفنا العزيز الدكتور محمد شادي اللي حيشاركنا النهاردة بفقرته واستعراض خاص للملف اقتصادي وتوضيح برضو وأيضا منقشة مستفيدة في فقرتنا الأخيرة تأثيرات إلغاء المبادرة بشكل كامل وإيه هي البدايل مع المهندس أسامة الشاهد ضفنا في فقرتنا الأخيرة النهاردة